هجوم صاروخي إسرائيلي جديد على سوريا استهدف مرفأ اللاذقية الجيش السوري قال إن الهجوم تم بسواريخ إسرائيلية أطلقت من البحر المتوسط وأدى إلى نشوب حرائق في ساحة الحاويات مخلفاً أضراراً مادية كبيرة لحقت بواجهة مستشفى وبعض المباني السكانية والمحلات وفق وسائل الإعلام السورية وظلت فرق الإطفاء تكافح لساعات حتى تمكنت من السيطرة على الحرائق ويعد هذا الهجوم الثاني من نوعه على هذا المرفأ الحيوي خلال هذا الشهر وكثفت إسرائيل في الفترة الأخيرة من ضرباتها باستهداف مواقع للجيش السوري وأهداف إيرانية وأخرى لحزب الله ففي السادس عشر من هذا الشهر شنت إسرائيل هجوماً على مطار دمشق الدولي وقالت السلطات السورية حينها إنها أسقطت سبعة صواريخ إسرائيلية من أصل ثمانية وشهد نوفمبر الماضي ثلاث ضربات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من سوريا ففي الرابع والعشرين أدى قصف إسرائيلي إلى مقتل خمسة أشخاص من بينهم ثلاثة جنود سوريين في ريف حمص الغربي وفق المرسد السوري وأصيب جنديان سوريان في الثامن من نوفمبر جرأ قصف إسرائيلي استهدف مواقع وسط وغرب سوريا وفق الأعلام الرسمي السوري وقبلها في ثالث من الشهر نفسه استهدفت ضربة إسرائيلية منطقة تقع فيها مستودعات سلاح وذخائر تابعة لمقاتلين موالين لإيران في ريف دمشق بحسب المرسد السوري وفي نهاية أكتوبر قتل خمسة مقاتلين موالين لإيران في قصف إسرائيلي استهدف نقاطا عدة في ريف دمشق وفي منتصف أكتوبر قتل تسعة مسلحين موالين لإيران في ضربة إسرائيلية في ريف حمص الشرقي وأفادت دمشق حينها عن مقتل جندي سوري وفي وقت سابق هذا الشهر أدان بيان روسي تركي إيراني في ختم الاجتماع الدولي السابع عشر بصيغة أستان الخاصة بتسوية النزاع السوري أدان هجمات إسرائيل التي تستهدف الأراضي السورية